شاهدين اليوم رح نعرج على نقاط مهمة جدا سنتحدث عن أكثر من 700 ألف مترشح معني باجتياز الامتحانات رح نتحدث على البكالوريا كونه امتحان مصيري يصاحبه القلق والتوتر وأيضا نتحدث عن مخاوف نفسية وصحية على الممتحنين رح نتحدث على الحلول في هذه النقطة حالات قلق وتوتر شديد يعيشوا الممتحنين والدور على الأولياء في تجاوز هذا الأمر والتغلب على الخوف قبل الامتحانات أهم النصائح تابعونا مشاهدين طبعا للحديث في هذا الموضوع سعيد جدا أن يحضر معي خالد سعدودي أستاذ اللغة العربية بالطور الثانوي صباحك سعيد صباح النور أهلين بك سيد الفاضل شكرا على الدعوة وشكرا للقناة على هذه الاتفاة الطيبة وشكرا للغة العربية التي جمعتنا اليوم أكيد العفو وأيضا سعيد أن تكون معي برابة سميرة مترشحة للبكالوريا قسم علوم تجريبية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباحك أسعد مترشحة لبكالوريا دورة جمع 2021 إن شاء الله هنكونوا من ناجحين لكن نحس أنه من خلال التنفس أنتها يكون وضع قلبك متوترة وخير معني شليوم مش الباقود لكن بالتوفيق أكيد الأمر لا يستدعي القلق امتحان عادي من جدوى جدوى من زرع حصد في نهاية المطاف الأستاذ اللغة العربية موجود معي عبر خدمة سكايب الدكتور محمد كواش طبيب مختص الصحة العمومية ونعرف أنه الدكتور بعدين رح يحدثنا عنه باكالورية مش عارف ثمانينات ربما دكتور صباحك سعيد صباح نور خيرية تحياليك وتحياليك أستاذ المشاهدين بضيوفك الكرام باكالوريا 92 باكالوريا 92 شدت أنا كبرتك بزاف دكتور يلا جميل باكالوريا 92 كانت أصعب ربما باكالوريا 2021 أكثر وأكثر وأيضا عبر طبعا الهاتف الأخصائية النفسانية الدكتورة سمية قصير صباحك سعيد صباحك أسعد صباح الخير لكل متابعين قناة نهار تيفي شكرا جزيلا لك على المشاركة إذن دعونا نبدأ فقط من نقطة الباكالوريا امتحان مصيري يصاحبه القلق والتوتر وسنتحدث ربما عن يوم غد كما قلنا مشاهدينا أزيد من 700 ألف مترشح معني باجتياز امتحانات غدا المادة الأولى التي شيستاج فيها المترشحون مادة اللغة العربية أعتقد لكل التخصصين نعم نعم إذن اللغة العربية صباح الخير مرة أخرى لك أستاذ خالد الباكالوريا مرة أخرى صباح النور لنكشف الغطاء عن الباكالوريا طبعا أنا قلت سالفا أو من قبل أنه يريد لو نغير هذا الاسم نسميها شهادة تعليم الثانوي فقط لأن اسم الباكالوريا هو هالف حد ذاته يعني الباكالوريا فأي مترشح لهذا العام أو أي مترشح اجتاز الباكالوريا بمجرد أن يسمع هذا الاسم سيشعر بالضغط بالتوتر خاصة لما يقال أنه امتحان مصيري امتحان يحدد المستقبل امتحان كذا فهو لا يحتاج كل هذا يعني لو نطلع تقريبا نتكلم عن الباكالوريات التي بدأت وفق النظام الجديد من 2008 حتى اليوم لن نجد باكالوريا صعبة أو لن نجد تلك الباكالوريا بتلك الهالة التي يصورها هذا الاسم لأنه دائما تبقى الباكالوريا أسهل من امتحانات الفصول بأضعاف مضعافة لماذا؟ لأن الباكالوريا ليست للتلميذ الممتاز الباكالوريا للتلميذ المتوسط فتصور معي لو كان التلميذ جيد قليلا طبعا سيكون جيد جدا في الباكالوريا فقط ينبغي له أن يتحكم في أعصابه في نفسيته وأن يكون في يومه وهذا هو أهم شيء وهذا المأمول من تلميذ أو من الأولياء أو من الأساتذة ليجعلوا من هؤلاء التلميذ محضرين نفسيا وهذا أهم شيء أنت تحدثت على التوتر والقلق خليني نرح نشوف الآن سميرة برابا المترشحة للباكالوريا قسم علوم التجربية قبل ماذاك؟ حالتك النفسية كيف هي؟ نبضات قلبك حالة النفسية كحالة أي تلميذ سيشتاج هذا التعليم الثانوي بطبيعة الحال كل ضغطات نفسية يعني كل ضغطات نفسية مسيطرة عليه سواء أثناء أثناء الدراسات سواء في البيت سواء في الدرج الخصوصية يعني الخوف ملازموني طيلة فترة متخوفة من ماذا؟ خليني نعود نرجع لشعورك متخوفة من ماذا سميرة؟ بالتحديد يعني وش ركي خايفة؟ انتي مناش ركي خايفة؟ انتي مادامك مشتهدة مادامك قريتي وش ركي خايفة؟ هي مناش خايفة بطبيعة الحال على جل مع المواد اللي رحت للدروس اللي درسناها أكيد رحت تكون طبعا هي سمامكاش حاجة ما درسناها لشمال رحت تدخل في المواضيع ولكن بلك طبيعة الأسئلة بلك المنهجية بلك خايفة منك أشفخ مثلا؟ بلك أو اختبار للذكاء ربما نهار الامتحان بلك بلك حسر رحي ماشي ما تديدش كلش بلك لكن نقائص ما مقدتش نعود ندركها في هذه الفترة الصغيرة من شاء الله نكون حصلت أكبر عدد من المعلومات أنا نطب منك أنه كل شي رح في راسك برك خلي نفسيتك مرتفعة لأنه المرال فقط هو لما يكون في ذاك اليوم جيد أكيد ستطلقين العينان لعقلك ليشتغل أكثر وأكثر أكيد رح نعود نرجعليك ونسألك على التحذيرات أنت الباكالوريا أستاذ خالد طبعا التوتر أو القلق أمر عادي وأمر طبيعي جدا أنا أستغرب لما يقال أن تلميذ الباكالوريا أو بعض الأسات إذا يقول التلميذ لا تتوتر لا تنزعج لا كذا لا كذا هذا أمر عادي جدا وأمر طبيعي جدا لأن أي إنسان لديه امتحان مصير يعني نقول إنه مصيري فبالضرورة يتوتر بالعكس تماما إذا لم ينزعج إذا لم يتوتر ما تفيه مشكلة هذا التلميذ الخوف والتوتر حالة طبيعية جدا بالعكس إذا لم يحدث هذا يصبح الإنسان غير طبيعي لكن فقط نحاول أن لا نقول نتحكم وإنما نضبط هذا الخوف وهذا التوتر من خلال أن الإنسان يحاول أن يفعل ما يجب والباقي من الله عز وجل فقط هناك نقطة مهمة ينبغي أن نشير لها الآن لا يوجد تلميذ ذكرنا العدد أنه أكثر من 700 ألف لا يوجد أتحدى أي تلميذ يشعر الآن أنه كامل مكتمل في جميع المواد مركب النقص الذي يستشعره التلميذ الآن أمر طبيعي جدا لأنه لو لم يحذر لم أشعر بالنقص أصلا الله عز وجل يقول في محكم تنزيله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي والتمام ليس هو الكمال الآن أي تلميذ حذر ينبغي أن يشعر بالنقص دائما الخوف من المكسب الخوف من الامتحان الخوف من الأولياء الخوف من الضغوطات هذه كلها تجعل التلميذ يدخل في هذه الدائرة دائرة الخوف دائرة التوتر لكن أمر طبيعي جدا فقط نحاول أن نضبطه ضغط الأولياء ينبغي لولي الأمر أن لا يدخل التلميذ أو لا يدخل الولد هذا في دائرة مغلقة بمعنى أنه امتحان البكالوريا وانتهت الحياة لا امتحان البكالوريا امتحان عادي جدا نعرف كثير من الناس لم ينجحوا في البكالوريا وهم نجحوا في حياتهم وكثير من الناس نجحوا في البكالوريا والآن أنت ترى أكثر مني هذه الأشياء فالبكالوريا حقيقة هو امتحان مصيري ولا نختلف في هذا وهذا التوتر أمر عادي جدا والقلق أمر عادي جدا فقط نحاول أن نضبط هذه الأشياء ليكون هذا التلميذ مهيئ نفسيا صدقني يا أستاذ ريدا أن العامل النفسي مهم جدا لتلميذ البكالوريا أهم من المعلومات حداتها جميل جدا يلا من العامل النفسي خليني نربط الاتصال دائما مع الأخصائية النفسانية سمية قصير مرة أخرى صباحك سعيد دكتورة كما كان يتحدث الأستاذ هنا معي في الستوديو العامل النفسي امتحان مصيري كما قال امتحان كثير نعطله قيمة ربما أكثر من اللزوم وإن كان أمر مهم وهو امتحان مهم لكن لدرجة التوتر لدرجة القلق لدرجة الدخول في بعض خلينا نقول أمور الهستيرية ما تقيومك؟ نعم أنا يعني فراحة أنا كلمة مصيري ما نحبهاش بزار لماذا؟ لأنه النجاح في الامتحانات ليسا هو النجاح في الحياة نشوفه معظم العلماء معظم العباقرة لم يكنوا تفوقين في الدراسة كانوا أشخاص عاديين يتعثروا يسقطوا وينطلقوا من جديد يعني احنا هذه الأفكار والأحكام المسبقة متداولة في المجتمع متعنا ولا الشخص اللي يفشل في الامتحان هو شخص فاشل هذا خطأ الفاشل إلا المفتاح اللي تفتح به أبواب النجاح يعني ننصحهم ننصح ننصحهم أن الطالبان تبعنا يفكروا يفكروا ويقولوا كلام إيجابي على نفسهم في هذا خاصة اليوم هذه الأيام هذية يفكروا إيجابي وكيف يفكر الإنسان إيجابي يكون شعوره إيجابي ما معنى التفكير إيجابي معنى نقدر ننجاح سهل كل حاجة راني مراجحة إلى آخره أما إذا فكروا سلبي سيكون صعيب ما نحن نقدر إلى آخره وبالتالي شعور سلبي قلق خوف شديد وبالتالي أعرف جسمية عرف جسمية ارتفعنا يعني ننصحهم يفكروا إيجابي ديروا الثقة في نفوتهم الطالب الحق لكي يشتاز شهادة التعليم للباكالوريا راهو تحصل لعبت نجاحات يعني يتفكروا نجاحات انتحهم المسبقة عن إنجحت في هذه عن إنجحت في هذه يعني ننصحهم أيضا لإبتعاد عن الأشخاص السلبيين الأصدقاء السلبيين اللي يتكلموا سلبي وما حيكون صعيب إلى آخره ننصحهم أيضا يبتعدوا عن المواقع وما يتداول فيها والإبتعاد عن الإشاعات أيضا حيطح هكذا حيكون صعيب كذا مواقع يبتعدوا لها يعني نهائيا طالبت كلمته قالت أنا حسب لي راه ننسيت هو هنا أستاذة سمية يعني أنا كنت حاب نسألك في هذه النقطة بالتحديد لما شفنا كنت تتحدث المجهول خوفها بتحديد لمسألتها قالت لك مانيش عارفة أنا خايفة ربما المنهجية ربما كذا ربما كذا كثير من ربما من المتغيرات ذكرتهم ولكن في نهاية المطاف مانيش عارفة من وانش راي خايفة بالتحديد الخوف من المجهول شوف كل الطلبة اليوم يحسوا بأنهم ويشعروا بأنهم نساوي كل المعلومات وكل الدروس وراني مقصرة وهكذا وهكذا هذا التهيئ فقط يعني عارفة باللي راجع راهو ما ينساش يعني هذا التهيئ اللي يعني نطمئن كل الطالبة باللي منسيتوش المعلومات اللي راجعتوها طول السنة الدراسية هذه دروس خصوصية وهذه ما يكونوا نساوي يعني نطمئن هنقولها ما نسيتش هيكون سهل هيكون في متناول جامع ما مش هيكون صعيب ربما سؤال فقط صعيب بش يديروا برك يعني ولكن هيكون في متناول جامع يعني ننصحهم أيضا أنه تنفس البطني ننصح الطالبة باش تتنفس تنفس البطني عميق تبدأ بالسهل كما تروح للصعب ما تتوترش دي الحاجة السهلة تبدأ بها ننصحهم أيضا الإجابة اللولة اللي جيهم في الذهن انتحم هي صحيحة نيبتلوهاش يعني هذا معروف يعني معروف بأنه الإجابة اللي جيهم في الذهن انتحم هي صحيحة ننصحهم أيضا يناموا مبكر اليوم وينصحهم أيضا يتناولوا تناول تأكل فحي متوازن خاصة ننصحهم ما يكلوش في الخارج اليوم لأنه لتفادي التسممات إلى آخره مهم كثير 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 نعم أبقى معي الأستاذ السمية قسير طبعا خليني نروح أيضا لدكتور محمد كواش طبيب العام المختصص الصحة العمومية بعدين نرجع هنا في الستوديو نتحدثه ربما عن طريقة التحذير تحذير سميرة للبكالورو كيفشت حذرت وبعدين نتحدثه أيضا على غدا اللغة العربية توقعات ربما كيفية الإجابة الصحيحة إلى غير ذلك أعود إلى دكتور محمد كواش طبيب المختصص الصحة العمومية صباح الخير مرة أخرى دكتور كثير من حالات القلق ومن حالات التوتر اللي تخلينا ربما تكون هي عراض نفسية ولكن عندها أعراض خلينا نقوله صحية قد تكون يشعر بها الإنسان ربما إسهال شديد ربما صداع في الرأس ربما الأمراض الأخرى اللي تصيب قد تصيب المترشح للبكالوريا ونصاح أحكيت جيد أولي أخي الياض تكت في مكدمتك كلم رائع جدا قلت في القديمة كنت نتكلمه على المرافقة النفسية والصحية للطلبة الآن نستقبل حالات بالنسبة لأولياء والطلبات نتيجة تخوف الشريف وأؤكد لكل الطلبات المترشحين اللجح نقول بأن الحياة هي عبارة عن عقبات لسعود إلى قيمة الجبل يجب أن ينبغل علينا أن نقر بالضحي وهذه مراحة طبيعية في الحياة الإنسانية بالنسبة للمشاكل الصحية التي نستقبلها أو نتعامل معها بالنسبة للمترشحين الشريفة باكالوريا هي أغلبتها مرتبطة وإضطرابات في النوم وإضطرابات في الشهية ونأكد لطلباتنا الكرام حتى للأولياء بأن حتى يكون جسم قوي ذاكرة قوية تركيز قوية جدوا علينا أن نعتمد على الأكل الصحي النوم الصحي وكذلك المعنويات المرتفعة ولهذا أهم الإضطرابات هي القلة النوم ولهذا أنصح الطلبة بالتعود على الساعات المعينة أخذ القسط الكافي من الراحة ومتعرض بساعات النوم والاستيقاظ نقطة مهمة جدا وهي الاستيقاظ في الساعات العادية يعني الإنسان يتعود أنه يستيقظ باكلا حتى وما يكون مع الطلبة للصحر وليساعات متقدمة ويرقود الصباح وهذا خطأ لأنه فيه الآن حيبتحن الصباح يعني الأدوية المهدئة أو من الأدوية المسكينة أو التي تساعد عن النوم في هذا الخاطئ أو لجوء القهوة أو الشاي اللي الصهر أو اللي يتغلب على اضطرابات النوم وقلتوا فقط نتعودوا على ريتم معين مهم جدا بالنسبة لي اضطرابات الشهية وهو موجود بشكل كبير جدا بالنسبة للطلبة يعني وحد الأولي يقول لي وش نوكل بنتي وش نوكل بنتي في هذا الجانب ما هو شي يحب ويأكله إلى آخره أولا نقول لكل طلبة يعني طريقة علمية وانتم رأيكم تقرأوا أمور علمية وتعرفوا هذه الأشياء بشكل جيد بأن أي مركبة يعني باش تصير لازم لها طاقة أي إنسان مش يقوم بجوت عضل يجوت بجوت يازم لها طاقة نقول لهم أكيد عنكم بنتيجرات الشهية واش تديروا ومش ينقول لكم لازم تفضروا مليح ولازم تتعشوا مليح ولكن حاولوا أنكم تأخذوا واجبات متقطعة واجبت متقطعة كفاكهة كتمر بيض إلى آخره كلها ستعطيكم طاقة بعيدة قد يضرح الأولياء سؤال مهم جدا وشنوك لأننا استقبلت حالة كثيرة جدا حتى عبرون الهاتف يقولون لي وشنوك البنتي وشنوك البديدي في هذه الأيام نقول لهم الأجبان التمر العسل الفواكه وخصنا نحن في الفترة الفواكه الممسلمية فهي مهمة جدا ويوم الامتحان أخر يضر سؤالكم مهم جدا ما هي أهم المظاهر الصحية أو الاترابات الصحية نستقبلها قبل الامتحان ويوم الامتحان أغلبتها منتعلق قبل خفاظ ضغط الدمو نتيجة قلة النوم أو قلة الأكل أو انخفاظ من نسبة السكر أو دي أن بي يعني نحالب منها لهستيريا نتيجة تخوف الشديد وفي بعض الأحيان نكرم الله بإسهال إذن نقول أنها أمور عادية كما كانت تقول الأخصائية نفسية قبل قليل الإنسان أرى مهمة جدا هذه المعلومة نحن نختلف في طريقة التعامل مع الأحداث الصدمات أو الأزمات أو الامتحانات كل واحد يعطل طريقة التعامل معها وطريقة تقبلها إلى آخر إذن كاللي في الامتحان يقدر يجاوب مباشرة يعني عنده طاقة عنده قوة التحكم في الأحصار كاللي يحتاج إلى فترة باش يعاود إنتالك نفسك نقول ركزوا بسهولة الوقت عندك الوقت يعني ما تقلقش كتلقى ما تنصدين مع صورة الأسئلة يعني هذه أمور نفسية صحية عقلية تحتاج إلى فترة بالعقل إن شاء ما تكون نتائج جديدة ونجيدة جدا نعم يبقى معي دكتور أعود هنا إلى الستوديو للحديث طبعا مرة أخرى مع الأستاذ أستاذ خاد سعدودي ربما غدا نمتحان اللغة العربية كثير من التلميذ سواء في الشعبتين أو في الشعب الأخرى يتسألوا مثلا ما هي المواضيع اللي ربما تقترحونها أو تعتقدون بأنها ستكون في امتحانات الغد خلينا نقول ما نقوله اشتكهنات ولكن نقوله ربما تقييمك أنت للمنهج اللغة العربية نعم هي في الحقيقة بناء على ما سبق يعني من لما بدأت المنظومة الجديدة يعني من 2008 حتى هذا العام يعني العام المنصر من 2020 لم نرى أشياء جديدة في الامتحانات يعني أتكلم عن امتحان اللغة العربية بالخصوص لأنه امتحان اللغة العربية أنا في اعتقادي الخاص أنه أسهل امتحان مع جميع المواد لماذا؟ لأنه فيه نظام فيه نظام يتشكل به الامتحان طبعا الكل يعرف أنه في البكالورية هناك موضوعا موضوع شعري وموضوع نثري فهناك بعض المواضيع في الشعر لا تتغير مطلقة وفيه مواضيع في النظر لا تتغير مطلقة فقط التلميذ ينبغي أن يضبط العنوين العريضة يعني لما نتكلم مثلا على الشعر نتكلم عن شعر التعليمي شعر المديح شعر المنفى وشعر المهجر نعم أربع محاور مهمة جدا عند الأدبيين أما العلميين فليست لديهم كل هذه المحاور وإنما لديهم محور ممكن شعر التعليمي ثم لديهم النظر العلمي المتأدب وكذا فن المقال الآن لو نركز الجزئية مهمة جدا وهذه قناعة الخاصة يعني خاصة في انتقاء الموضوع المهم الآن التلاميذ دائما تبقى في الامتحانات لاختيار الموضوع المناسب التلاميذ الآن لما يوضع له الامتحان ماذا سأختار هل أختار الشعر أم أختار النظر وهذا أهم سؤال ينبغي أن نطرحه اليوم الآن أنا أقول لك بملء الفم يعني ينبغي أن تختار الذي تأخذ فيه أكبر عدد ممكن من النقاط يعني فيها التكتيك نعم تكتيك نعم لأنه لماذا لأنه هذا امتحان ما نقولش مصيري ينبغي نحن لسنا بالحاجة إلى استعراض العضلات في اللغة العربية ويكينا الفيدة تعينا الروح نعم بالضبط فتقولي الآن يا أستاذ كيف أعرف كم سأخذ قل لك أنه مباشرة نحن يعني الجزء لا يختلف اثنان فيه كون أنه موضوع انتحان اللغة العربية يعني فيه بناء فكري وفيه بناء لغوي بالنسبة للعلميين تسير اقتصاد وتقنية رياضي ورياضيات أما بالنسبة الأدبيين واللغات فيه بناء فكري وفيه بناء لغوي وفيه تقويم لقدي أتكلم عن العلميين ثم أعود إلى الأدبي فيه بناء فكري وفيه بناء لغوي أكثر جزء يجعلك تضبط نقاطك وتتأكد بأن نقاطك حقيقة ستأخذها هو البناء اللغوي البناء اللغوي ثماني نقاط عند العلميين وتقنية رياضي وتسير اقتصاد ورياضيات يمكن لك أن تضبطها لماذا؟ لأن نفس الأسئلة أو نقول الأسئلة نفسها من 2008 حتى اليوم لم تتغير إلى حد اللحظة فيه بعض الأسئلة تأتي بطريقة غير مباشرة لكن طبعا هذا التلميذ ليس أمريكي حتى لا يفهم اللغة العربية وفوق هذا لغة النطر لغة واضحة وصريحة ولغة سهلة أصلا الخصائص لما نتكلم على خصائص سواء نطر العلمي المتأدب أو نطر أو المقال نقول سهولة اللغة وجزالتها يعني وقوتها لدينا الإعراب نقطتان لدينا محل الجمل نقطتان ثم تأتي الصورة البيانية نقطة ونصف ثم الأسلوب نقطة ثم بعدها نختم الامتحان بالمحسن البديعي طبعا هذه أشياء بسيطة جدا يمكن لأي تلميذ ممتحن في شهادة التعليم الثانوي أن يجيب عليها حتى ولو كان مستوى ضعيف في اللغة العربية نعود إلى البناء الفكري البناء اللغوي يمكن أن تضبط نقاطك في البناء الفكري يا أستاذ ريطة هناك نقاط مجانية يأخذها تلميذ بالمجان المشكلة أنه أغلب التلاميذ يأخذون عما يسمعون من المواقع وهذا خطأ في كثير من الأحيان فيه إشاعة يعني ينبغي أن ألوه لها أستاذ أنا ندير الشعر لماذا؟ لأنه كاميرا يقولوا بالإشاعة يمدعونيه العلامة طبعا أنت من سألت سألت الشارع كاميرا يقولوا هكذا الآن أنت لما تكون مريض هل تذهب للطبيب أم تذهب إلى الشارع ليجيبك تذهب إلى الطبيب فاذهب إلى الأستاذ المتخصص في المادة هو من سيخبرك أين ستحصل العلامة الأكبر فالكل يعتقد أن الشعر هو من ستأخذ عليه علامة ممتازة وهذا خطأ أنا عن نفسي أقولها بمن الفم وعن قناعة تامة أن النطر يمكن لك أن تأخذ فيه علامة مميزة جدا وأسهل من الشعر في كثير من الأحيان خاصة البناء الفكري أقول لك لماذا ينبغي أن يكون كلامنا مؤسسا لو نذهب البناء الفكري الآن سأشرح الموضوع كيف سيكون البناء الفكري لدينا أول سؤال سؤال عام السؤال عام هذا تكلم عن النطرة السؤال العام ما القضية التي يعالجها كاتب في النص ما الموضوع الذي يعالجه كاتب في النص أو عما يتحدث كاتب في النص هذا السؤال عام الطريق أو المنهجية الصحيحة لا يعرف هؤلاء التلميذ كيف يجيبه هذه المشكلة في النصر الآن أقولها الآن النصر ينبغي لك التعليل أن تعلل تقول لي يا أستاذ كيف أعلل أقول لك باستخدام لفظة واحدة إذا رأىها المصحح فبالضرورة أنك ستأخذ علامتك كاملة وذلك لماذا؟ التعليل لا يحتاج إلى أن تأتي بمعلومات ملفظاء لا مطلقا وإنما أن تأتي بالتعليل من الإجابة التي كتبتها قال حددت القضية قال مثلا نتكلم بالتطبيق مثلا باكالوريا 2012 كان الباكالوريا يتوفيق الحكيم حول الإبداع الإبداع في الفن أو حقيقة الإبتكار القضية التي يعالجها الكاتب في النص هو يتكلم عن حقيقة الإبداع أو حقيقة الإبتكار لماذا؟ لأن الفكرة السائدة في المجتمع أن الإبتكار الحقيقي هو أن يأتي الإنسان بشيء جديد وهذا خطأ وإنما الإبتكار الحقيقي هو أن تأتي بشيء قديم وتضع فيه بصمتك هذا هو الموضوع العام قال أنا حددت الموضوع وقال يتكلم الكاتب في هذا النص عن حقيقة الإبتكار هذه إجابة ناقصة وذلك لي وذلك لي ماذا؟ للفكرة الخاطئة السائدة في المجتمع لأنه فيه فكرة خاطئة الآن تقول لي من أين تعليم؟ قل لك استعمل ذهنك استعمل ذهنك ببساطة ولا تحتاج إلى تفكير عالي وقد يذكرها الكاتب نعم يذكرها الكاتب داخل الفقرة فقط التوتر الإضافي والقلق والهالة هي من تجعل تلميذ ولما يخرج من الامتحان يقول لك آه والله ما رأيتها طبعا لم ترها لأنه لم تكن تركز مع الامتحان يا أستاذ ريضا مدت لغة العربية سواء عند العلمين أو الأدابين عند العلميين ساعتين ونصف تجد بعض التلاميذ يخرج بعد ساعة ونصف وفرح ومصرور ويقول لك أنا خدمت كذا أنا الآن أسأل سؤال هل هذا الذي وضع ساعة ونصف غبي لهذه الدرجة مدام مدام أنه أعطاك ساعتين ونصف مع نهل الامتحان يستحق ساعتين ونصف وأصلا أنت لماذا تخرج تخرج لتسمع الإجابات ثم تقول لماذا لم أفعله لماذا كذا أنا أنصح التلاميذ وهذه نصيحة وجهة لتلاميذي بالدرجة الأولى والتلاميذ الذين سيجتازوا الامتحانات إن شاء الله نسأل الله لهم النجاح ساعتين ونصف ساعتين ونصف التوقيت ينبغي أن تكمله كاملا تكلمنا عن السؤال أول السؤال الثاني السؤال خاص سؤال خاص ما معنى هذا؟ معناه أنه سيجد من النص سؤال واضح ما هي أسباب؟ ما هي مقومات؟ سؤال مباشر معناه يحتاج إجابة مباشرة تقول لي يا أستاذ كيف أجيب؟ أقول لك أكتب مقومات مثلا البكالوريا 2014 لأحمد آمين ما هي مقومات نجاح؟ قال مقومات نجاح هي مطة 2-3-4 تقول لي كم من إجابة؟ إذا لم تحدد لي كم من إجابة أكتب أقول لك أكتب أربع إجابات لأن كل إجابة عليها 0.25 معناها السؤال عليه نقطة فأكتب أربع إجابات إذا لم تحدد نكتب أربع إجابات سؤال الثالث في الامتحان سؤال خاص أيضا فأضيف شيء مهم جدا يا أستاذ رضا أسئلة الامتحان مقترنة بالفقارات السؤال الثاني السؤال الأول السؤال العام السؤال الثاني أخذ من الفقرة الأولى السؤال الثالث من الفقرة الثانية وهكذا دولي مستحيل يكون سؤال يتكلم على الفقرة الأخيرة ثم السؤال الثالث يتكلم على الفقرة الأولى ترتيب الأسئلة هو نفسه ترتيب الأفكار الموجودة في النص فوق هذا السؤال الرابع السؤال الرابع في الامتحان هو سؤال مكتسب كيف مكتسب يقول لك مثلا في أحد البكالوريات يقول لك مثلا جمع الكاتب بين الإفادة والإمتاع البشير الإبراهيمي مثلا هي تلميذة سميرة رأي مركزة مركزة مع الأستاذ يقول لك مثلا جمع الكاتب جمع البشير الإبراهيمي بين الإفادة والإمتاع علل مباشرة تلميذة إذا كان يحفظ اللغة العربية لن يجيب لكن لو يفهم أن الإفادة المقصود به المضمود والإفادة والإمتاع المقصود به المحسنات البديعية سيعرف أن البشير الإبراهيمي ينتمي إلى مدرسة صنعة اللبضية لاحظ المصطلحة الإفادة والإمتاع تخيل معي أنك لو لم تفهم هذان المصطلحين كيف تفهم أن البشير الإبراهيمي ينتمي إلى مدرسة صنعة اللبضية ما هي مدرسة صنعة اللبضية؟ قال هي مدرسة وظيف الصور البيانية والمحسنات البديعية دون إهمال للمعنى هذا السؤال الرابع السؤال الخامس سؤال مجاني إلى أي فن ينتمي النص؟ ينتمي النص إلى فن المقال من 2008 حتى 2020 ما فيش امتحان خرج على فن المقال إلا العام المنصرم كان ابن خلدون في فن النصر العلمي المتأدب والنصر العلمي المتأدب يشبه تماماً للمقال اختلاف طفيف جداً يكمن في استعمال مصطلحات العلمية بالنسبة للفن النصر العلمي المتأدب ابن خلدون يعني من غير المنطق أن الباكالوري العام المنصرم كان ابن خلدون يعني العام هذا ابن خلدون فتوقعاتي السؤال اللي بعده نمط النص نمط النص إما تفسيري إما حجاجي نقول لك أنه نحن نتحايل مع التلميذ نعطوهم الإجابة خاصة تلميذ الذين درسوا اللغة العربية في آخر المطاف رح مباشرة الهدف نمط نص تفسيري مع المؤشرات نتقلهم المؤشرات فتفسيري بنسبة 95% حجاجي بنسبة 5% متى يكون حجاجي؟ إذا كان الكاتب استعمل الاقتباسات ما معنى الاقتباس؟ الاقتباس هو أن يوظف الكاتب يوظف استشهد آيات قرآنية لكن لا يوظف الآية القرآنية قال الله تعالى ولكن يوظفها نثراً قال حتى إذا زلزالت الأرض وزلزالها جاء الشعب ليدافع عن وطنه هذه زلزالة الشعب زلزالة الأرض وزلزالها هو اقتباس أخذناه من القرآن لكن تم توظيفه بلغة عربية سلسة سهلة هذا اقتباس إذا وظف الكاتب كثير من الاقتباسات في النص فبالضرورة نمط حجاجي أما إذا كان يعالج موضوع معين هدفه الوصول إلى الحلول فهذا نمطه تفسيري انتهى البناء الفكري 12 نقطة هل فيه سؤال صعب؟ الآن أسأل سؤال هل فيه سؤال صعب من هذه الأسئلة التي قلتها؟ وفق هذا كلها من النص يتيب الإجابة عليها من النص نذهب للبناء اللغوي البناء اللغوي لم يخرج يوما عن نمطية التي قلتها ممكن نضيف شيء في البناء اللغوي أن الحقول دلالية مرة يقول لك الحقول دلالية وفي أحد المرات يقول لك مثلا القاموس اللغوي نفسه القاموس اللغوي أو الحقل الدلالي أحيانا تكون كلمات في الامتحان يعطيك كلمات يقول لك صنفها صنف الكلمات إلى حقلين دلاليين ويعطيك عنوان حقلين دلاليين مثلا باكالوريا 2013 كلم خائن نعيمة كالمقال سياسي أعطوا مجموعة من الكلمات وقال صنفها إلى حقلين دلاليين حقل سياسي حقل اجتماعي وهي واضحة وبسيطة جدا أنا ممكن أضيف نقطة مهمة جد نقطة مهمة جدا موضوع النص لا تحدده المقدمة موضوع النص لا تحدده المقدمة باكالوريا 2013 كلم خائن نعيمة لو تبدأ في البداية ومخاء النعيمة طبعا ينتمي إلى مدرسة المهجر مدرسة الرابط القنامي ذات المذهب الرومانسي نعم فلو تقرأ في البداية تجد أنه يتكلم عن الخدمة والعمل وكذا فالذي يغتر بالبداية يخطئ ويضعه مقال اجتماعي وهذا خطأ ثم بعده يدخل مباشرة إلى الاستعمار والسياسة إذ هبت الشعوب في تقرير مصرية وكذا فأصبح المقال سياسي الآن السؤال الذي يطح نفسه أستاذ هل أضع هذا المقال اجتماعي أم سياسي أقول لك سياسي لماذا لأن مربط الفرص في المقال هو العرض وليست المقدمة المقدمة تمهيد فقط للعرض الذي يجب أن يكون فنحن دائما نركز مع العرض لأنه هو الذي يعطينا لبنة الأساسية الصحيحة السليمة لهذا النص يلا أستاذ باختصار بالنسبة للأدبيين المفروض أنه كل هذه النقاط وكل هذه الجزئيات لازمها يوم طبعا هي في المساء إن شاء الله تعالى عبر قناتي سيكون ملخص شامل يلا جميل لمن يريد طبعا المتابعة لتفاصيل أخرى بالنسبة للأدابيين بالتحديد لأنه اللغة العربية معامل كبير جدا معامل خمسة بالنسبة للأدابيين يلا على واش يركزوا أو طريقة الإجابة طريقة الإجابة لا تختلف سواء العلمين أو الأدابيين فقط 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 ينبغي أن أوضح أمر مهم جدا إذا قال لي في السؤال إذا قال لي استخرج معناه أنه سأستخرج من النص وفق أسلوبي الخاص نعم استخرج وفق أسلوبي الخاص إذا قال لي في السؤال مثل من النص ينبغي أن أستعمل مصطلح المهم جدا ويظهر ذلك في قول الكاتب أو يظهر ذلك في قول الشعر أو يتجلى ذلك هذه المصطلحات ينبغي أن تستعمل لأن المصحح اعتبر أن المصحح لا يعرف شيئا وفوق هذا المصحح لا يعرفه يعرف ورقتك فقط فينبغي أن تجعل من المصح إنسان لا يعرف شيء اكتب كل شيء بالطريقة التي تجيب أقول لك أهم ترشيحات يعني تتكلم عن العلميين العلميين بالنسبة للشعر والنظر لدينا شعر السياسي التحروري القضية الفلسطينية وقضية جزائرية هو هذا اللي كنت حنقول لك يعني مدينة قضية فلسطين لن يخرج عن هذا لن يخرج عن هذا إذا كان فقط أملوه إلى نقطة مهمة إذا كان الشعر يكتب عن وطنه معناه هنا يتكلم عن نزعة فالسؤال سيكون في الشعر يقول لك من نزعة السائدة في النصطبع ستكون نزعة وطنية إذا كان مفدي زكري يتكلم عن الجزائر نزعة وطنية إذا كان مفدي زكري يتكلم عن القضية الفلسطينية حررية فهنا النزعة القومية ما معناه القومية معناه يتكلم عن العرب بشكل عام إذا كان الشعر يتكلم عن وطنه نزعة وطنية إذا كان الشعر يتكلم عن قومه هم العرب فنزعة قومية إذا كان مخايل نعيمة أو جبران خليل جبران أو إيليا أبو ماضي فهؤلاء يكتبون في النزعة الإنسانية ما معنى النزعة الإنسانية؟ هي النزعة العالمية التي تبحث عن حب الخير لكل إنسان على وجه الأرض بمعنى أنه لا اختلاف بين إنسان وإنسان بالنسبة للمدرسة الرومانسية في النظر أنا أرشح رح أقول أسماء مباشرة يعني في النظر سيكون بإذن الله تعالى والله أعلم إما البشير إبراهيمي إما عبد الحميد بن باديس لذاني ينتميان إلى مدرسة صنع اللفظ يكتباني في فن المقال الاجتماعي والديني أو أقول بالأحرى أحمد أمين الذي دائما يكون في الامتحانات لغته جميلة جدا وبسيطة أو أقول توفيق الحكيم الذي يكتبه في المقال النقدي معناها في أسماء معروفة بالمقال إذا لقيت الإسم مباشرة تلقي توفيق الحكيم مقال نقدي لقيت البشير إبراهيمي مباشرة مقال إما اجتماعي إما ديني إذا وجدت ميخاء النعمة فالمقال سياسي أو اجتماعي بالنسبة للعلمين بالنسبة للأدبيين نركز على شعر المنفى نركز على المدرسة الكلاسيكية شعر الإحياء مدرسة البعث والإحياء نركز على أحمد شوقي أحمد سامي البارودي هذو اثنين اللذان أحيوا شعر القديم ففيه سؤال مهم جدا يطرح بين التقويم النقدي الآن أتكلم عن الأدبيين واللغات بين التقويم النقدي والقصيدة الشعرية طبعا تقويم النقدي هو خادم للقصيدة الشعرية من غير المنطق أن يخرج تقويم النقدي عن القصيدة الشعرية فرضا قال الشعر يتكلم مثلا على شعر المهجر الأدب الرومانسي فمنطقيا منطقيا في التقويم النقدي طبعا ممكن يكون السؤال مباشر ممكن السؤال يكون غير مباشر قال مثلا في النص نزعة سائدة نحن نعلم أن مباشرة مذهب الرومانسي نزعة الإنسانية هي السائدة تحت النزعة الرومانسية تأتي النزعة التأملية تقول لي كيف أوظف النزعة التأملية كيف أرى النزعة التأملية أقول لك مدام أنك تتكلم عن التأمل معناه فيه أفعال انظر شاهد معناه فيه فعل مباشر شعر المنفى شعر السياسي تحرري أيضا مرشح بقوة لأنه خاصة ما شهدته فلسطين ونحن نعلم أن اللغة تعايش الواقع فمن غير المنطق أن تخرج على هذا النمط أما بالنسبة للنصر العلمي المتأذب أو النصر فلا أعتقد أنهم سيخرجون عن هذه الأسماء التي ذكرتها عند العلميين من غير المنطق لأن هذه الأسماء المعروفة والمجهورة وهذه التي تكون في صالح التلاميذ أو التي يستطيع تلاميذ فهم لغتهم طبعا وصدقت كل هذه التنبؤات ستصلها لأستاذ خالد طبعا شهير بالنسبة لتنبؤات للباكالوريا فقط نعود حتى نعطي فرصة للسامير على بني بني راهي متوترا وإن كانت مركزة مع النصائح التي كنت تقدم فيها هل كل ما قاله الأستاذ عندك حوصل عليه مثلا هل تعي كل ما قاله الأستاذ أكيد أعي مقاله الأستاذ لأن تلميذته في أثناء سبق وذكرها الآن بالنسبة لمواضيع اللغة العربية بالنسبة لبناء اللغوي سهل بالنسبة للشعب العلمية خاصة أدبية هي يعني البناء الفكر هو اللي عليها كم النقاط ثم 12 نقطة التحصيل لتعك لازم تفهم لحن نص لازم الأجوبة يكون شاملة مشي سطحية بالنسبة للأسئلة لأنه العلمات تنين نقاط مش هتكون على جال إجابة واحدة ولا سطر واحد ومشاء الله نوفقه في جميع الانتحانات مشي غير لغة العربية بالنسبة للنصائح الدكتور وبالنصائح الأخصائية النفسية إن شاء الله سأسعى إلى أن أعمل بها بالنسبة للضغطات النفسية الوالدة الكريمة والوالد يعني راهم ملازمين تلك الفترة تلك العام الدراسي يعني كأنه ملحني جذوبك مشي أنا يعني دايما ينوضوني الصباح يكملوا معايا يرفقوني دروس خصوصية دعم راحة نفسية سواء من خلال هل تشعر سميرة هل تشعر سميرة الآن أو خلينا نقوله اليومين هذا الآن منتبعان هل تشعر مثلا بتعب بإرهاق مثلا أكيد تعب كان يعني التحضير للباكارويا كان طالت لعم دراسي خصوصا هذه الفترة يعني أسابيع الأخيرة كان يعني تكتف المجهودات باتباع برنامج مكتف من غير التحضيرات من غير قبل التحضيرات يعني اليوم خلينا اليوم باش لأنه الدكتور معنا موجود حتى شخصك مثلا على المباشر يعني وحتى الدكتورة موجودة معنا سمية قصير حتى شخصك من ناحية نفسية يعني يعطوك نصائح اليوم أنت يا سيدي معليش ندرو معك المعريفة اليوم يعطوك تشخيص ليك حتى تكوني غدا جاهزة هل تشعر المثالة الآن بتعب تحسي روحك بلك عيانة مثلا كما نقوله بالعامية تعبانة شوية كثيرا يعني خاصة قلة النوم يعني بنسبة للدورة مراجعة يعني لساعات الأخيرة يعني نصهر بزاف كما بالك الواحدة والثانية صباحا ونزيد النوت صباحا بعد صالة الفجر يعني لزيادة وانا لا أحب علي هذه الفكرة يعني ما ساعدتنيش خاصة الأيام الأخيرة لأنه مش تروحي هلكت صحتي نفسيا ومعنويا وكان من الأحسن أنه نسعى لتخصيص أوقات في حد سبع ساعة للنوم لكي أستطيع جميل يلا خليني ننتقل مباشرة إلى الدكتور محمد كوش دكتور مرة أخرى أنا فضلت أنه أنت تشخص لنا الحالة الآن يعني أنا حبيت نكون ذكي شوية ومشاء الله نكون ذكي حبيت فقط أنه شخصه حالة سميرة حاضرة معنا قلت لك بأني أشعر بيتعب سألتها قلت لك تحسي بالتعب تحسي رأيكم دكتور قلت لك إيه راني نحس رحي من تعبانة وكذا دكتور أريد منك حلا سحريا لهذه الفتاة غدا البكالوريا ما خوفوهش أكثر وأكثر لكن أعطينا حل سحري من ناحية اللي تخليها مثلا تعاود تستدرك بطريقة سريعة جدا جيد والله نقولها ما تقلقيش يعني هذه أمور عادية مثلا شعور في التربة في النوم هذا كالضغط اللي ظهر عليك مثل صيام شهر رمضان يعني إذا بعد فتاة المراجعة تحسي بهذا الإرهاق نقول لك حاول أن تتنامي في اليوم القيلولة اليوم قيلولة ساعة أو ساعتين حتى أن الساعة هي كافية تسترجاع بطاقة نأكد على أكل الفواكه التمر والنصيحة لأولية نقولهم حظروا لأولادكم وش يحبياكم إن الجسم يتفاعل بشكل رائع جدا مع الأكل التي يهواح الجسم الإنسان فهذا يطير طاقة وكلها ما تقلقيش أمور عادية حاول تأخذوا راحة في هذا اليومين هذا اليوم قبل الامتحان نأخذ راحة نرقد ونأكل أخي رياض نقطة وهي الحمامة إنسان ماذا بي يأخذ حمام يوميا إذا كل فترة امتحان يقدر أن يأخذ حمام بش يسترجع طاقة تعود لأن الحمام الخليل يقدر يأكل مليح يقدر يدام بشكل جيد جميل نقطة أخرى أنا جتني الآن دكتور قضية المنشطات أو المواد المنشطة كثير من التلميذ يقول لك نروح نشرب مثلا منيش عارف أنا حاجة لتنشطه فيلجأ إلى تلك المشروبات المنشطة هل فيها فايدة؟ لا 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 أنا أحذر منها بشكل كيف يشدل أن بعض المنشطات 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 التي تبع من خلال كما كان يكون أسهل جسم قبل قليل ما يوشع في وسائل التواصل الاجتماعي كمواد تشجع طاقة وتركز في الدراسات فهذا غير صحيح تماماً الإنسان يعيش طبيعي يقول طبيعي ويلجأ إلى قتل الفواكه وهو شيء جيد هو التنظيم أنا أؤكد جيداً هو أن تنظيم إنسان يحاول نظم نفسه حتى لأن كانت الأخت طالبة قبل قليل تقول بأن نصل لساعات متقدمة وهذا خطأ لأننا فترات الجسم إذا كان التعب ما يقضيش تحصل على المعلومة ما فيش مشكلة هذه الأمور تحت لنا كلنا مرينا بهذه المرحلة فهي أمور طبيعية وإن شاء الله تكون نتائج رائعة ورائعة جداً للجميع فقط كله جيد كله طبيعي يعني طبيعي وإن الشيء موجود الآن متوفر من الخضر والفواكه لأننا نأكد على الخضر والفواكه أنه تحتوي على سكريات أملح وماء نشاء الله كبير من الماء ونرجو إلى العصائر المستحضرة في البيت أو العصائر الطبيعية أو التمر والبيض وبعض الحلويات مهمة جداً في هذه الفترة وإن شاء الله يكون نتيجة ويكون وفق إن شاء الله للجميع إن شاء الله يا دكتور وإن شاء الله ناكلوا الفيل نجاح نتاع ساميرا وأنت تحضر معنا ولا يجيك حقك حتى للدار يعطيك صحة دكتور بارك الله وفيك بارك الله وفيك دكتور محمد كواش طبعاً عبر خدمة سكايب الطبيب العام المختص في الصحة العمومية أعطيت نصائح وشخصت حالة ساميرا معنا كما قال لك دكتور يعني أخذي هذا النقاط بجدية خلينا نرجع لكم أكيد نعود ونأخذ أيضاً الأستاذة سمية قصير الأخصائية النفسانية دكتورة ربما نصائح تقدميها لساميرا وللكثير ممن سيشازون غداً بحول الله شهادة الباكالوريا خاصة الأولياء الأولياء اللي ربما يضغطوا على أبنائهم أكثر وأكثر ويحسوهم أنه الباكالوريا بعبع والناس يعني يلازم أولادهم وبالتالي يخافوا أكثر وأكثر نعم نقول الأولياء يبتعدوا عن التهديدات عن الألفاظ السلبية عن الصراخ عن الضغط عن العنف البدني اللفظي هذا كل هذا رهي تأثر سلبياً على الطلبة نقول هم يبتعدوا عن الإبتزاز رانا نشوفوها بزاف كثير مع الأولياء رانا قمنا معكم بجهد معناوي مادي صرفنا بزاف على الدروس الخصوصية فلازم تفرحونا هذا ضغط على التلميذ نقول هم يوضع هذه التهديدات وهذا الكلام شجعوهم حفزوهم رفعوا معنوياتهم غرسوا ثقة في نفوتهم قادرين قادرين تنجحوا نديروا فيكم ثقة إلى آخره وحتى إن رصبتوا ما زالوا فرص أخرى في حياتكم باش تنجحوا وتبقوا داي من أولادنا ونحبوكم يعني هذا كل هذا حي يرفع معنويات التلميذ ننصح الطلبة أيضاً يديروا ثقة في نفوتهم يتنفسوا تنفس بطني عميق يناموا باكراً يأكلوا أكل صحي اليوم يقوموا بأشياء يحبوها مثلاً المشي مثلاً يسمعوا موسيقى وحتى ننصحوا الأولياء أنهم يفشوا اليوم أولادهم يعني أكيد 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 نعم يوم نهارهم إن شاء الله نعم بحول الله ربي وفق كل الطلبة إن شاء الله إن شاء الله شكراً جزيلاً لك الأخصائيين نفسين سمية قصير طبعاً كنت معي عبر الهاتف شكراً جزيلاً لك لهذا النصاح أستاذ في الله خير ربما مش تقدر يقول أستاذ خالد سعدودي أستاذ اللغة العربية لتلاميذه ولكل المقبلين غداً على امتحان اللغة سأكون عملياً أكثر لأنه فيه امتحان معي هكذا على الأقل يرى تلميذ بكرة بشكل عام جداً يعني امتحان البكرة الغدوة بإذن الله تعالى بالغد إن شاء الله سيكون له امتحان مثل هذا يعني فيه موضوع شعر فيه موضوع ناطر أول شيء ينبغي أن يحسب النقاط أين سيحصل أكبر مجموعة من النقاط أين سيحصلها بعدها يقطع الامتحان فالذي لن يجتازه إما أن يرمي به وإما أن يقطعه تماماً لا يترك امتحانان فوق الطاولة وهذا أكبر خطأ لأنه إذا ترك الموضوعان فوق الطاولة سيخوض في موضوع وعقله يبقى يرتكز على الموضوع الآخر يبقى مشتد إذا اختار موضوع يقطع الموضوع الآخر هذه النقطة الأولى النقطة الثانية لما يخرج من الامتحان يأخذ وقته كاملاً النقطة الثانية لما يخرج من الامتحان حب ذا أو أجعله أمراً له ينصرف لا تسأل عن امتحان قد اجتسته انتهى بما أنه أكملت امتحان فكر في المادة القادمة لأنه في كثير من الأحيان تفكيرك في المادة السابقة هو من يجعلك أو يجعل عملك سلبية في المادة القادمة انتهى الامتحان انتهى لن يعود شيئاً دائماً نفكر في القادم ما مضفات المؤمى الغيب لك الساعة التي أنت فيها الأمر الثالث نسيت نقطة مهمة جداً هي نقطة التلخيص التي عليها تلث نقاط والتلخيص أمر بسيط جداً نستعمل نمط النص لاحظت أستاذ ريضاً الأفكار التي تكلمت عنها في البداية الفكرة الأولى الثانية الثالثة أجمعوها وفق أدوات الربط وأضعوها في التلخيص فقط دون ذكر الكاتب وإنما أستعمل رمير الغائب وسيحصلون علامات جيدة بإذن الله تعالى باقي التفاصيل بإذن الله تعالى بإذن الله تعالى إن كانت شبكة يعني نحن في الجزائر ونحن نعرف أسباب الشبكة إذا كانت شبكة متوفرة في المساء بإذن الله عبر قناتي مع الأستاذ خالد سعدودي سأضع مختصراً شاملاً لامتحان سواء الأدبيين أو العلميين في المساء بإذن الله تعالى عد ذلك أرجو لهم كل التوفيق الأولياء تعبوا معهم صراحة فيه كثير من الأولياء أعرفهم طلبوا عطل لمدة أسبوع لأجل أبنائه يعني تصور معايا أنه فيه ولي يبتعد عن عمله لمدة أسبوع لأجل ابنه طبعاً هذا سيرفع الضغط على التلميذ في الحقيقة لكن شيء إيجابي أنه الإبن يرى أباه كل يوم يعني في الصبيحة وفي المساء فهذا سيحفز نحن دائماً نرى من هذه الأشياء تحفيزات وليست مثبتات الأمر الثاني قضية النوم وقضية الأكل الجيد وكذا هو أمر طبيعي جداً بالنسبة للتلميذ أنهم يخافون من هذا الشيء لا يأكلون جيداً ينبغي مجاراتهم ينبغي أن نبقى دائماً إلى سندهم إذا مخدف نحاول أن نرفع له معنوياته مهما كان وفوق هذا يبقى هذا مجرد امتحاد آخر شيء أرجو لهم كل النجاح لأن الأولياء تعبوا وهم تعبوا والأساتذة تعبوا الذين يعملون بالضمير طبعاً سأركز علىها للذين يعملون بضمير للسنوات النهائية عدا ذلك أرجو لهم كل التوفيق والنجاح لأن نجاحهم هو نجاحنا بالدرجة الأولى أنت مقبوب في الحراسة طبعاً لكن أنا معفى من يوم الغد لأنه مادة لغة العربية فسنبدأ من الثلاثين إن شاء الله تعالى طبعاً أرجو لهم ستعيش الأجواء مرة أخرى ستعيش أجواء البكالوريا صدقني أستاذ ريضا أن يعيش أجواء البكالوريا مدخلة المدرسة يلا جميل جدا والحمد لله نتمنى لك طبعاً أنت أيضاً التوفيق لأنه تلاميذك أيضاً في هذا طبعاً الامتحان سميرة وش تقدري تقول سميرة في الأخير للناس أو للتلاميذ اللي كم أنت قبل أن أنسى نعم هي من أنجب تلاميذي الذين تشرفتوا شهادة يلا هذا محفز يلا محفز لمجهة رسالة من هذا المنبر إلى زميلات وزملائي يعني الحاجة لولا توكل على الله لأنه ولي وتوفيق الحاجة الثانية ما يخلوش الخوف يضغط عليهم سواء داخل القاعة ولا الخارج يعني ما يكونوا في محيط محيط بهم يعني بالعزم والإرادة ما يخلوش المعتقادات ولا كم أقول احنا كين مقترحات سورته هاد الأسابيع اللي رأيتقول لنا بلي كين هادو ما حفظو هادو ما ديروا شهادو ثم نصحهم بلي ما يجنبوا كامل هاد المقترحات لأنه قرينا عام كامل ما شح يجي هو يقول لك قراء معالي خلو لا قراء معالي ولهذا اللي حيطح مش هو لدار موضوع الباكالوريا فالأخير إن شاء الله يكون سهل وإن شاء الله ننجحه كامل ونكونوا بقاعدين تنجحه بحول الله وأنا أستشهد في الأخير فقط بالنسبة للتلاميذ اللي مقبلين عن شهادتي الباكالوريا أنه في يوم الامتحان وضعت ربما هدفي بين أو صوب أعيني وكنت من المحبين للصحافة كنت مولع بمجال الإعلامي فوضعت أمامي وأنا يوم الامتحان رمز إحدى المؤسسات الإعلامية التي أحلم كنت أنا صغير أحلم العمل فيها حتى يكون هذا الهدف أمامي لأجتاز امتحان الباكالوريا وأنجح في الباكالوريا من أجل الوصول إلى هذا الهدف والحمد لله اليوم وفقنا ربنا ونحن رأنا في مجال الإعلامي أنا أتمنى توفيق لكل التلاميذ المقبلين على شهادة الباكالوريا غدا